اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا اقرى العمر حسن هشام الجاخ الاب نودي احمد فهد نجم الناس اللي هي برضو وراء والناس اللي هم معصرين العصر الحديث ده بحس اللي انا اتعلم منهم وحاول لنا بزيهم او جزء منهم يعني انت شايف ان دي موهبة فيك؟ انا شايف ان دي موهبة اكتشفتها امتى؟ انا اكتشفتها من حوالي سنتين بالزبط كنت قاعد مع سناس صحابي وكده وبعد كده لقيت نفسي بقولهم شوية كلام فقالوا له الله ده انت شاعر بقى ومش عارف ايه فاخدت الموضوع في دماغي فعلا وبدأت كل مدى اكتب حاجات بسيطة كده وبعد فترة بقى قلت قالوا له عشان تحسن نفسك رح اصول الثقافة هم هينموك وكده ورحت بالفعل وبدأت ابتديت ان انت تقوي مهرتك بقى من هناك اه بدأت اللي انا اروح اصول الثقافة وهم يرشدون على حاجات وكده وانا بدأت اللي انا اتعلم الحاجات بتاعتهم لحد ما بدأت اللي انا طب هو انت بشايف انك شاعر وطالب جميعي في نفس الوقت طب ازاي بتوفق ما بين الشاعر وان انت بتدرس في الجامعة وانهي من الاتنين اثر فيك اكتر اولا الجامعة ما بتعطلكش عن حاجة كل واحد شايف ان حلمه في حاجة او نجاحه في حاجة بيسعى لها احنا بيبى فيه مثلا فترة مثلا اقول الصبحية ديات مثلا الواحد بروح الكلية فيها بعد كده بيجي من الكلية انا شغال كمان يعني شغال برا الشعر خالص فبوفى ما بين دراستي وشغلي وشعري في نفس الوقت اي نعم ممكن يكون الشعر معتش يعني انت واخد الشعر هواية يعني بس بش مؤثر عليك في الدراسة لا واخد هواية بس مش اللي هو تأثير الحد ليه يعني او طب ممكن نسمع حاجة ممكن تسمع حاجة محضر ولا محضر او جوزي من القصيدة كده كنت كتبتها بعد فراء يعني طب يتفضل ماشي القصيدة بتقول وانتهت وانتهت سنين الحب معاك راحت مع اول غلطة كات بنا خلاص هنت عليك وضاع معاك احلامنا يا ست الناس يا ست الناس يا شرياني مش ده برضو كلامك قلت شرياني وقلت حباني وقلت برضو كلام تاني قلت علي مجنونك وانك ما تنميش الليل بدون كونك ما انا كونك وانا سكونك لكن ده كله كان اوهام كانت احلام فتى غلبان حلم الفرح وياكي واصبح مدمن الاحزان يا ظلم الحب وياكي وعشق في جرح ترويدة سحبت القلب في هواكي وسبت الحزن تقبيدة يا ست الناس يا ست الناس يا ظلماني انا حبيتك الاولى وقلت القلب يلا ارتاح تقوم تزيدي فيا جراح هو الحب بقى سواح واللهواكي كده بيرتاح وسبتيني وسبتيني في دمع غريق وانا قلبي اللي حبه بريق وهمتيني بكل حنان لكن دا كان اوهام لحضنك فيه اي امان ولا هيعود الزمان لان عشقت انا مخدوع لان عشقت من الاول واحدة بتكسر الانفاس واحدة وما تفيها الاحساس وما بتحبش حبيب يرتاح لازم تكسر بكل ضمير بس انا برضو هبقى كبير هعشقتاني من الاول وجرحك عمره ما هيطول انا غلطان مسيرة هصلح الغلطة لكن بعد ما قلبي فوق هعيش لنفسي من تاني لانه بجد بقى موهوم رسمتك رسمتك صورة مش واضحة وقلت يجوز يكون في اللون طلع القلب كان عارف بان نهيته شيء محتوم وانك بنت دبلانة ولا ليك في قلب لزوم وقلبي اللي كان غرآن خلاص علمته بقى بيعوم يا قلبي خسارة على حبي وعلى فرح اللي كان مرسوم يا قلبي خسارة على حبي وعلى فرح اللي كان مرسوم ماشاء الله عليك يا مفترية حرام عليك والله جميل ماشاء الله عليك ما شاء الله عندنا شباب مصر يعني من مواهب متعددة جميلة جدا يعني بسم الله ما شاء الله عليك الشعر جميل جدا جدا والله طب انت كشاعر انت شايف نفسك ان انت واخد حقك في التكريمات والندوات ولا الحق حقك مهدر بص حضرتك انا ما دخلت بقصول الثقافة لقيت حوالي بس في مركز الثقافة بس حوالي عن 100 شاعر فقدت مستغرب انا قلت فاكر نفسي انا الشاعر بس اللي في المحافظة كلها انا ما لقيت مثلا زهرين على الشاشة حوالي اتنين تلاتة بس وما فيش حد بهم دولت بس الشعراء اللي هم بيظهروا اي حد بيظهر بيطلعوا فاكتشفت ان فيه كمية رهيبة جدا فما جيت سألت او بعد كده لما جيت طلحت معهم في ندوات وكده اكتشفت ان احنا ملناش حق اصلا في البلد لا بناخد حقنا ولا اي حاجة في البلد اه من ناحية ايه من ناحية ايه بس اكتر حاجة ممكن تاخديها في تكريم شهادة تأدير تبروزيها وتحطيها عندك اكتر حاجة ممكن تاخديها 100 جنيه تطلع وتتعبي يعني ممكن ان اروح طنطة اللي هو مركز شباب بتاع طنطة او قصر الثقافة بتاع القاهرة ايا كان اطلع مسابق او كده الاقي نفسي خدت 100 جنيه 150 جنيه وساعات كمان ما بطلهاش يقولك احسن ده مش عارف اتأخرت مش عارف ايه او كده فبتصرف مصاريف وبنتعب كتير وفي نفس الوقت محدش بياخد حقه فينا يعني انت عايز تقول ان انت حقك مهدور بالرغم انك انت فنان وشاعر وموهوب ولكن البلد مش بتقدر المواهب البلد مهتمية بموهبتين اتنين بس الكرة والافلام لا احنا ببص يا اسلام احنا من غير الشعر او من غير مشاعر واحساس ليمكن نقدر نعيش يعني الشعر ده احساس فعلا بس قليل اللي بقدره فكلنا بنعيش الاحساس ده لما حد بيكون موهوب حقيقي وبيطلع الكلام ده الف من بيحس بيه يعني ده حاجة مش سهلة برضه اه تمام بس في نفس الوقت بلدك اللي هي بلدك مش مقدراك معلش فيش عراب يكتبوا احسن مني طب انت عايز تقول ايه للسادة المسئولين او لقصر الثقافة عايز تقول لهم ايه انا عايز يعني يبصوا بس سلينة لو بصة بسيطة جدا يهتموا بالاحلام الشباب اه يهتموا فعلا باحلام الشباب مش شرط الشعر بس فيه شباب كتير موهوبة في حاجات كتير في عزفة في ادب بيكتبوا قصص في حاجات ديات كتير وفي نفس الوقت مش لقيين دوارهم ولا اي حاجة في حياتهم خالص ليه لان الدولة بصة على حاجتين اتنين انا قلتلك هي كورة يا الفن بتاعنا اللي هو الغنى والافلام والحاجات من دي هما دولة بس اللي ياخدين حقهم لا والله انت بسم الله ما شاعر جميل وان شاء الله ربنا ان شاء الله هيبكون معاك لان الكل مكتهد النصيب طيب نسمع حاجة من معاك في الوقت نسمع حاجة تانية وفيش مشكلة كتبت قصيدة بقى في عشق الوطن دي جميلة نسيبك من المفترية بقى ونخلينها في الوطن نخش في الوطن دي القصيدة دي كانت بعد ما رئيس بتاعنا مسك انا حبته جدا لانه انجس فعلا في البلد وعمل مشاريع ضخمة احنا بس كل اللي محتاجينه اللي احنا نصبر عليه شوية لانه هو بيتعب ويعني الحلم اللي بدايته نجاح اخر فلاح هي كل القصة اللي احنا نصبر بس احنا مش صبرين خالص لازم نصبر القصيدة بتقول عشان بعشق طراب ارضك انا ابنك وانا عرضك وهبنيلك اصور من الخير وبعشق فيك كل اصيل وبعشق فيك حب الغير وبعشق مصر بالتحديد ومهما كنت عنها بعيد بحب سماها ولون ارضيها بحب السيسي اللي شريها وكل يوم حبه بيزيد نضب بلادي وامن ولادي ما الريس ما هوش عادي يزرح شجرة وتطرح يومها ويبني عمارة لكل يتيم وانا الشاعر ابن النيل بشهد له بكل جدارة ان الريس اسد الحارة وان الدنيا عالي العال حتى المية دايما جاية والحنفية كتير بتزيد والكهرباء عام لها تخفيض وسلك النور قوي وجديد والمحروسة عيشة فعيد والشرطة والشرطة صحتها حديد والشعب فرحان وسعيد والسيسي قوي وجديد والسيسي قوي وجديد حام الدولة وبني مشاريحها رافع رصة وهو حرسة عاشت مصر ويحي رئيسة عاشت مصر ويحي رئيسة عاشت مصر ويحي رئيسة عاشت مصر ما شاء الله لك يا اسلام طيب احنا عايزنا نعرف خطتك المستقبلية بعد كذا ايه اللي انت بتفكر تعمله كشاعر هو انا مبدئيا دلوقتي انا شغال في مجال تصوير الفوتغرافر وكده انا مهتم فيه جدا وبحاول كل يوم اثبت نجاحي فيه بالنسبة للشعر انا يعني اللي كنت بتمنى اللي هو يحصل زي ما بيحصل مثلا برنامج زي اللي بيطلع فيه الشباب الزغرين اللي بيغنوا او كده يحصل برضو حاجة للشباب اللي هما زينا والله صغر والله اكبر نطلع ونقولوا موهبتنا ويبقى فعلا فيه جواز محترمة ونطلع فعلا نبان ويبقى فيه تكريمات ونحس اللي احنا عايشين في وسط الدولة يعني نحس اللي احنا منهم فعلا مش اللي احنا بعيد عنهم انت اكيد منهم وانتو شباب المستقبل وشباب الجيل اللي انتو بتنوروا البلد انتو نور البلد طب هل لك محاولات في الأدب والشعر هتعملها بعد كده او فيه حاجاتها عندك بتفكر ان انت هتقدمها كأدب او شعر هو انا بفكر خطة المستقبلية الفترة الجاة ان شاء الله اللي انا اكتب قصص بسيطة وفي نفس الوقت هحاول لنا اقلف كسيناريو فيلم او كده وحاول لنا اعمله انا ومجموعة اصدقاء وانصوروا طب ما شاء الله عليك احنا بعد كده باش هنعرف نكلمك بعد كده لا لا لسه مادر باش هنعرف نكلمك بعد كده لسه مادر علي احنا بس واحدة واحدة انت عندك طموح وطاقة انت عايز تدي بس انت عايز اللي يقف جنبك واللي يسندك واللي يقولك احنا في كتفك احنا في ظهرك هو ده فعلا كلنا اللي محتاجينه مش انا الواحدة بس انا كشاب محتاج فعلا اللي انا حد يقولي فعلا انت شاعر انت تستحق انت لازم ان توصل مش واحد يحبطني وقولي لا انت مش شاعر انت المفروض تبعد عن الشاعر لا بص هو انا اقولك على حاجة فيه ناس كتير بتبقى شايفاك انك انت مش شاعر ولكن انت ثقتك بنفسك من جواك ايه مش يهمك بقى اي حد يقولك انت مش شاعر اصلا انت مش تعجبك كل دي نصيحة اخوية يا اسلام فدي دايما نبقى عندك طاقة ايجابية نفسك ثقة بالنفس يعني ايه ثقة بالنفس يعني انا واثقة ان انا بقدر اقدم كمزيعة كمزيعة مثلا فيه ناس شايفاني مش جديرة ده فيه ناس شايفاني ان انا جديرة ده انا عن نفسي تجديرة جدا يعني انا واثقة ان انا يعني انا بحب ده خلاص طول ما عندك أمل وثقة وطول ما عندك إسرار وحط تحت كلمة إسرار ده وتحدي أنك تقدر تعد الصحاب ما تخلش أي حاجة قدامك تقف بص حضرتك وتقول بقى لأ حاول وحاول وقرر ودي لنفسك أن أنا لأ مش هقف تمام فده لازم تولد عندك الطاقة الطاقة الإيجابية على طول أول ما بدأت الشعر ناس كتير أحبطوني بس في نفس الوقت استمرت أنا طلعت قبل كده على قناة ABC العربية وفي راديو قبل كده طلعت ما شاء الله وهنتقرر برضو إن شاء الله كذا مرة هنتقرعك في برنامجنا أسرار إن شاء الله وطلعت قبل كده في حاجات كتير وتكرمت في مراكز الشباب واستلمت دواني وحاجات كتير بس هي الفكرة أن محدش بيحب حد أو بيحب الخير للتاني هي الفكرة اللي إحنا لازم نبقى جوانا كشباب أمل وطموح نحط قدامنا دايما كلمة اسمها نجاح لو حطينا كلمة كسل أو فشل ساعدتها لا 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 ما عدناش إحنا للكسل ولا الفشل ده نحن دينا الكلام ده خالص إحنا بإذن الله حياتنا كلها تبقى نجاح وحياتنا كلها تبقى طاقة كبيرة يا رب شباب مصر دايما في تقدم وازدهار شباب مصر كنز والله كنز أنتوا لا تتخيلوا يا جماعة أن في شباب يعني موهبين مش لقين فرصة عايزين اللي يمدينهم إيديهم بس ويقولونهم تعالوا في الطريق الصح لمجرد بس فرصة هتشوفوا مصر دي عاملة زي بشبابها طبعا يا إسلام الفقرة بتاعتك جميلة جدا جدا وأنا سعيدة بأخويا الصغير أن أنا قدرت أقدم مثال شاب شاعر جميل وإن شاء الله يكون لنا مع بعض بإذن الله كذا لقاء سعيد جدا أننا كنت معاك وإن شاء الله هيكون فيه ربنا يحفظك يا إسلام أنت أخويا ربنا يحفظك جماعة أنا برضو عايزة نوح عن برنامج أسرار فيه ناس كتير جدا بتتصل علي بتقولي أستاذ جميع يزين عندنا مشكلة كذا 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 فطبعا أنا عاملة حاجة كده لوجه الله تعالى الناس اللي مش هتقدر أنها هتيجي ويعني مثلا تدفع تمن بس حلقة كاملة أنا مخصصة لها مدة 3 دقايق تقولي المشكلة بتاعتك تقول بس بالأوراق والمستندات الرسمية اللي تقدر أنك أنت تثبت صحة كلامك وأنا هقدمها على حسابي الخاص في برنامجي وإن شاء الله بإذن الله يا رب كلنا نعيش سعاداء ومرتحين وكلنا نحب الخير لبعض وكلنا يا رب نكون في نجاح باستمرار طبعا أنا كنت سعيدة جدا جدا معاكم النهاردة وبالفقرتين النهاردة ونورتين يا أستاذ إسلام منتظرون الأربع القادم وبرنامج أسرار وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر